في هذا الفيديو سأتحدث عن الـ Auto Policy Declaration Page هذا هو الصفحة التي يكون فيها تفاصيل عن الـ Policy أنا هنا على الـ Allstate هو Allstate.com سأتحدث عن المعلومات عن الـ Declaration Page سأختار Tools & Resources سأتحدث عن Auto سأتحدث عن الـ Explore Topics سأتحدث عن الـ Insurance Made Simple سأختار Auto Insurance Made Simple سأختار Auto هنا يوجد بعمل سأقوم بعمل هذا هو الـ Allstate لكي نقرأ بـ Declaration Page هذا الـ Declaration Page سيكون موجود في أي بلسي سواء من Allstate أو أي شركة أخرى لكن السموطات الموجودة في الـ Declaration Page ستكون تقريباً واحدة في كل الـ Policies طبعا مع اختلافات طفيفة هنا يقول لي Auto Insurance Made Simple يقول لي What's Included هنا يقول لي Knowledge is Power هذا يقول لي Range of Products اللي هي Offered by All Estate هنا يقول لي How to read your Auto Policy Declarations هنزل لنا تحت هنا كده هو مديني السامبل اهو قدامي هنزل لهم هذه هي أول صفحة هذه هي Summary Named Insured هذا هو اسم الشخص المؤمن عليه وعنوانه هنا يقول لي You're All Estate Agent هذا هو اسم الـ Agent رقم تليفونه وعنوان الـ Agents هنا يقول لي This is not a bill ان الفطورة ستوصلني في separate mail هنا يضعه Policy Number هذه هي رقم البوليسة مع All Estate وهذه هي Policy Period وهذه هي Policy تبدأ من امتى وتنتهي امتى وغالبا هي تبقى مدة ست شهور هنا يضع الـ Driver Listed لو هناك أكثر من حد بسوق العربيات أو كذا اسم حد يضع أسميهم هنا ولو في هنا Drivers Excluded هنا أسميهم بخطة هنا دي الناس اللي هي مش مسموح لها ان هي تسوق هنا Vehicles Covered ايه العربية اللي متغطية؟ في المثال اللي قدامي ده احتتلي O5 Compact Card لو انا عندي عربية حتى هنا لو اثنين او ثلاثة بيتزوده هنا هنا ده الـ VIN Number بتاع العربية اللي هو Vehicle ID Number وهنا الـ Lien Holder الـ Lien Holder ده اللي هي الشركة لو انا واخذ العربية فينانس عمل لها است اسم الشركة اللي انا بقصت معاها دول هما هنا الـ Lien Holder بعد كده الـ Total Premium الـ Premium للمدة دي قد ايه؟ ده الإجمالي وهنا بيقول لي your total premium reflects a combined discount of zero dollars your policy effective date is January 1 لو انا باخد اي نوع من انواع الـ discount زي الـ Good Driver اي discount بيتحط هنا وبيتحط الـ discount ده قد ايه الإيماء بتاعته هنروح على الصفحة التانية الصفحة التانية هنا قدامي بفتحك كده بلاقي برده policy number ومين الـ agent ورقم تليفونه والـ policy effective date بتبدأ من امتى؟ في الصفحة التانية دي لو في العربية بيقول لي الـ coverage بتاع العربية بتاعتي تفاصيل عن الـ coverage طبعا لو عندي اكتر من عربية هيبقى في صفحة ثالثة وصفحة رابعة كل عربية وليها صفحة هنبص هنا الـ coverage هنا الجزء ده الـ coverage والجزء ده هنا لو فيه deductible وهنا الـ premium بتاع كل حاجة هنا automobile liability insurance ايه الـ liability اللي عندي بالنسبة للـ bodily injury انا عندي هنا في الـ policy في المثال اللي قدامي ده hundred thousand dollars على each person وعندي three hundred thousand dollars على each occurrence او اللي هي each accident هل الموضوع ده ليه deductible؟ لا الموضوع ده ملوش deductible والـ premium بتاع الـ coverage ده الـ property damage هنا الـ liability limits الـ limits باعتهم هنا قد ايه 100000 each person وتلتم 100000 each accident وده برضو ملوش deductible والـ premium بتاع الـ coverage 80 dollars and 66 cents هنا بيقول لي uninsured motorist insurance limits of insured vehicles cannot be stacked or aggregated يعني انا مقدرش اعمل stacking or aggregation لـ limits هنا الجزء ده بيغطي الـ medical payment لو انا عندي medical payments هنا الـ limit بتاعتها 5000 dollars هو هنا بيقول لي each person يعني لو في اكتر من شخص في العربية احتاج medical payment كل شخص ليه لحد 5000 دولار وبرضو ده هنا ملوش deductible والـ premium بتاع دي 6 dollars and 78 cents auto collision insurance في حالة الـ collision حيتفع لي المت لحد ايه لحد الـ actual cash value بتاعت العربية وهنا الـ deductible بتاعتها 500 دولار اللي هو انا حدفع اول 500 دولار والشرك هتكمل الباقي والـ premium بتاعي هنا في الحتة دي 124.86 دولار الـ auto comprehensive insurance برضو الـ limit بتاعها لحد الـ actual cash value بتاع العربية والـ deductible البتاعي 500 دولار والـ premium هنا 49 dollars and 15 cents rental reimbursement coverage هنا الـ coverage ده بيديني بيقولي هنا up to 30 days per day for a maximum of 30 days يعني لو جيت حسبتها حضرة 30 في 30 يبه هو هنا maximum 900 دولار في المدة بس بحيث ان انا ما اجارش عربية تكون اجارها اكتر من 30 دولار في اليوم وده برضو ملوش deductible وبتاع الـ coverage هنا بيكلفني 25 dollars and 74 cents بعد كده بيقولي الـ total premium جمع الحاجات دي كلها وداني الـ total بتاعي هو 466.11 هنا الـ discounts اي بقى الـ discounts اللي انا واخدها your premium for this vehicle reflects the following discounts واخد الـ discount بتاع الـ anti-theft مديني خاص الـ amount ده واخد الـ discount بتاع الـ anti-lock breaks واخد الـ discount بتاع الـ passive restraint واخد الـ discount بتاع الـ premier plus الـ premier plus ده اللي هو لو انا ده اسمه good driver all estate مسميه Premier Plus ممكن شركات تانية يبقى لها تسمية تانية بالنسبة لموضوع Premier Plus ده وهنا الـ rating information بيقولي ايه المعلومات اللي هم بناء عليها حددوا الـ rating بتاعي هنا this vehicle is driven a maximum off هنا بيكتب عدد الـ miles اللي انا بسوقها في السنة وبناء عليه بيحدده الـ rate طبعا احنا اتكلمنا لو الـ miles كترت الـ rate بتاعي هيعلى لو الـ miles قلت الـ rate بتاعي بيقل per year وممكن هو يحددها هنا انه هو كام mile to work or to school في اليوم يحددها لي هنا هنا ان انا unmarried person احنا قلنا الـ marital status بيأثر في الـ insurance rates والـ gender female والـ age العمر بتاعه هنا بيقى مكتوب ايه و good driver rate وانه هو واخد الـ discount الـ amount بتاع الـ good driver باقي الـ brochure ده في معلومات تانية اكتر بس انا حبيت بس هنا اقرأ معاكو شكل auto policy declaration